موسيقى 26 خريج إعلام من الضفة وغزة منحوا فرصة الحصول على تدريب وعمل في وسائل الإعلام الفلسطينية المرئية والمكتوبة والمسموعة عبر مشروع التدريب على رأس العمل في الإعلام الذي نفذته جامعة القدس بدعم القنصلية الأمريكية نحتفل اليوم بالفرصة التي منحت لطلبة الإعلام في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وحصل عدد منهم من خلال التدريب على وظائف ثابتة أو جزئية في المؤسسات الإعلامية التي تلقوا التدريب فيها وفي نهاية المشروع الذي امتد على مرحلتين جرى تكريم المشاركين الذين تمكنوا من الانخراط في الحياة المهنية في مجال الصحافة والتعرف على الجوانب العملية فيه إلى جانب إنتاج التقارير والأخبار ومتابعة الأحداث فالمشروع حضحنا على بداية طريق الإعلام هو طريق طويل أكيد لكن عرفت الأساسيات في الطريق في مدى التحرير الإذاعة التقديمي التلفزيوني إعداد التقارير تعرفت على الجو الشغل بالميدان وهذا أكيد إضافة جديدة إن شاء الله أتمنى أن تكون الفرصة تتاح زي ما أتحت إلنا تتاح لها باقي طلبة الإعلام هبا عابد واحدة ممن شاركنا في المشروع وهي تقول بأنه ساهم بشكل فعلي في تحسين المهارات الكتابية لديها ورفع قدراتها على التقاط الأخبار وفرصة لخوض تجربة لتغطية الأحداث السياسية الساخنة في مجالات الإذاعة والتحرير والمراسلة فأيضا الوضع الذي كان فيه التدريب صارت فيه أحداث دعمتنا هي في الانخراط في العمل زي العدوان على غزة وفيما تبين الإحصائيات أن 46% من خريجي الجامعات الفلسطينية عاطلون عن العمل فهناك من يعتقد أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل تلعب دورا في التسبب بالمشكلة حان الوقت لأقسام الإعلام في الجماعة الفلسطينية أن ينظروا بجدية إلى مدى احتياجات الواقعية للسوق الإعلام في الوطن حتى لربما يعطي مؤشر أنه ما في دعا أنه كل سنة أستقبل 100 طالب أو 120 طالب في هذه الجامعة وتلك الجامعة جدير بالذكرى أن تلفزيون وطن كان في مقدمة المؤسسات الإعلامية التي أسهمت في تدريب المشاركين في المشروع أيسر البرغوثي تلفزيون وطن